كلمات سوف نستخدمها اليوم در تي الشاي دس فاسا الماء دي زوبة الحساء دس شتوك القطعة در أبفل كوخن كاكت التفاح دي كوبس زوبة حساء اليقطين دس شنتزل وهي شريحة دجاج أو لحم مقنية دس آيس هو الأيس كريم دي أردبيرن الفراولة در كيز هو الجبل دي أوليفن هو الزيتون دي زرفيت هو من ديل المائدة دس زالت هو الملح دير فيفا الفلفل أسود داس ميسا السكين دي قابل الشوكة تدخلوا إلى المطعم وتريد أن تقول مساء الخير طاولة لشخصين من فضلك كيف تقولها؟ مساء الخير جوكة 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 طاولة تريد أن تسأل هل يمكنني الجلوس خارجاً أو هل يمكنني الجلوس داخلان هل يمكنني كان إيش كان إيش الفيغ ستسن ومعنى جلسا يجنسو خارجاً دراوسن دراوسن داخلان درينن درينن كان إيش دراوسن ستسن هل يمكنني الجلوس خارجاً كان إيش درينن ستسن هل يمكنني الجلوس داخلان الآن نريد أن نطرح السؤال ونقول معدرة هل هذه الطاولة محجوزة معدرة انتشول ديكون انتشول ديكون هل هذه الطاولة استيزة استيزة محجوزة محجوزة غزارفيرت غزارفيرت انتشول ديكون استيزة غزارفيرت الآن بعد جلوسك تريد أن تقول للنادل قائمة الطعام من فضلك قائمة الطعام في قائمة الطعام نجد المقبلات وتسمى دي فوش بايزن يعني المقبلات نجد كذلك دي هاو بتقريشته وهي الأطباق الرئيسية دي ناختش التحليات دي جتخينك المشروبات دي زبن الشربات دي زلات السلطات والآن تريد طلب الطعام طلب الطعام هو الفعل بشتالن معناه طلبة تستخدمه في سياق الأكل والشرب عندما تريد طلب شيء ما في مقهى أو مطعم أو عبر الهاتف تريد طلب الطعام تستخدم هذا الفعل مثلا تكون أنت وصديق لك في المطعم وتسأله ماذا تود أن تطلب؟ ماذا تود؟ عندما تكون عندنا أداة استفهم تكون في الموقع الأول ثم الفعل في الموقع الثاني ثم الفاعل في الموقع الثالث ماذا تود أن تطلب؟ مثلا تود أن تقول أنا أريد أو أود طلب هذا الطبق هذا الطبق لطلب الطعام من النادل هناك عدة عبارات يمكنك استخدامها إيش هات تقام؟ يعني أنا أود عندما تتحدث إلى شخص بصيغة احترام تريد أن تقول له أنا أود مثلا تود شيئا ما هنا في مطعم تود طلب الطعام تستخدم هذه العبارة الفعل هابن هنا مصرف في كونيوكتيفت سفاي من بين استخدامات كونيوكتيفت سفاي هو للتحدث بصيغة رسمية بصيغة احترام إيش مرشتوغان هنا نفس شيء نتحدث بصيغة احترام هنا الفعل هو مرغن في كونيوكتيفت سفاي رغم أننا نستخدم الفعل مرشتن كفعل مساعد ولكن هو ليس فعل بل تصريف لفعل مرغن في كونيوكتيفت سفاي أو ممكن أن تستخدم الفعل نامن يعني أخدا يأخدو إيش نامن ثم تكمل ماذا تريد أن تأخد ثم بيتر يعني من فضلك أنا سأأخدو من فضلك أمتلا إيش هاتي جان أين جلاس واسا أنا أرغب بكوب من الماء الفعل هابن وفعل بلوس أكوزاتيف إيش موشتو جان أين تاس تي أنا أودو فينجان من الشاي إيش نام سأأخدو هذا الحساء مثلا تشير إلى حساء ما تقول للنادل سأأخدو هذا الحساء من فضلك أو ممكن بكل بساطة طلب طعام هكذا مثلا تودو طلبة قطعة من كعكة التفاح تقول يعني تقول ماذا تريد أن تطلب بكل بساطة بدون استخدام أي فعل أو أي شيء ثم بيت دست هي قطعة دير أبف الكوخن هي كعكة التفاح دير كوخن وحدها تعني كعكة أو ممكن أن تقول بالضبط كمقبلة أنا أود كطبق رئيسي أنا أود أو كتحلية أنا أود كمقبلة 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 أنا أود الفعل في الموقع الثاني يعني كطبق رئيسي كمقبلة أنا أود أنا أود أنا أود حساء بدون أحد المكونات تستخدم أنا أود أنا أود وتعني بدون مثلا تريد أن تقول أود هذه السلطة بدون جبل إش مستخدم كمقبلة داتف ثم تقول الآن أود سكين وشوكا كمقبلة 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 الآن تود أن تدفع الفاتورة يمكن أن تقول إش مستخدم يعني أود أن أدفع من فضلك الفعل تصال ومعناه دفع يدفع عندما تدفع في مطعم أو مقهى أو مكان آخر أو دي غيشنو بت الفاتورة من فضلك الآن تريد السؤال هل يمكنني أو أستطيع الدفع بواسطة البطاقة كم إش هل يمكنني متكات بواسطة البطاقة كم إش متكات ثال هل يمكنني الدفع بواسطة البطاقة والآن تريد السؤال هل يمكنني الدفع نقدا با يعني نقدا با كم إش با صال هل يمكنني الدفع نقدا مثلا كنت أنت وأصدقائك وتريدون الدفع يسألك النادل هل تريدون الدفع سويا أو بشكل منفصل سويا سوزامن سوزامن جتخنت بشكل منفصل جتخنت إذا كنتم سوف تدفعون سويا تقول سوزامن بيت سوزامن بيت أو بشكل منفصل جتخنت بيت جتخنت بيت عندما تدفع الفاتورة وتريد أن تقول احتفظ بالباقي سوزامن يعني احتفظ بالباقي النادل دير كيلنا دير كيلنا دير كيلنا دي كيلنا رين هي النادلة دي كيلنا رين عندما تدخل إلى المطعم يمكن أن يقول لك النادل تفضل بالجلوس تفضل بالجلوس حضرتك عندما يعطيك قائمة الطعام يمكن أن يقول لك النادل عندما يريد النادل أو النادلة أن يسألك ماذا تود أن تأكل أو تشرب هناك عدة عبارات إذا طلبت شيئا ما وأراد النادل أن يسألك هل من شيء آخر هل تود شيئا آخر بمعنى هل ستدفع حضرتك أو حضرتكم إذا كنتم مجموعة من الأشخاص نقدا أو بواسطة البطاقة البنكية صالن زيت سوزامن أو داقي تخينت هل ستدفعون حضرتكم سويا أو بشكل منفصل